محمد صلاح بالمناسبة محمد صلاح عامل موسم معقول جدا دي بربط كله حالته صعبة جدا بس محمد صلاح عامل موسم محترم استير عامل موسم محترم حاس انه محمد صلاح نفسيا ومعنويا في الملعب جيد حالته المعنويا جيد لا جدا كمان لانه كمان دخلت في حتة انه بيقود فرقة بتعاني ايوة فدي تفرق خصوصا في الماتشات الاخرانية لا وضحها كابتل يعني هو مش تقصد انه هو مش مع فرقة كلها حلوة وفيقة فيتقال انه صرح المستوى بتاع ليفربول بعد الافتتاح اللي خده الكاس الخيرية والمتاع فيه مستوى فايدة فهو احساسه وهو بيجيب لجوان وانا انا شايفه بيقدي في كل الماتشات لكن لما تقدي كويس مع فرقة على الاقل تمانية منهم في مستواهم تمانية من الحداشر في مستواها طبعا بتزيد يعني توهج صح وبتزيد الكرات اللي بتروح لك على المرمى وبتزيد المساعدة صراحة دلوقتي بيعمل سبرنتات 50 متر للتمنتاشر عشان ندافع اللي مش العادي يعني وبيتزحلق وبتاع قصة صعبة جدا بس انت شايفه فايق لا فايق ما شاء الله لا 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 ما شاء الله فايق كده كنت بكتنب في انا واحد الاصدقاء محمد صلاح بعضار باسي احنا يعني خلينا منطقيين وواضحين طبعا طبعا عندي لاش انتين محمد صلاح ومحمد صلاح واحد اه في لعيبة مميزة ولعيبة جيدة في منطقة بس بس احنا بنكلف محمد صلاح في 2026 هيبقى عنده 34 سنة ان شاء الله ربنا يديره الصحة ويبقى جاهز بس この وقت كويس بس فكرة انه عدم التفاول مش هقولي للتشاوم مش هcon أقولي للتشاوم انه ما فيش حاجة قريبة بتقولها في محمد صلاح تاني احنا اتمنى طبعا وجود ده انتمنى انه تكون في حاجات احنا عندنا بس اه ربنا يكرمنا بحاجة تيجي عشان كده انا كيقوللك المشروع مهم عشان تركز على التيم التيم لما اشتغل كمجموعة كويسة جدا في وجود محمد صلاح هيساعد بشكل تبريد جدا اه يعني ساعتها التيم هيبقى محتاجي يساعد برضو محمد صلاح طبعا مش محمد صلاح اللي يزاعد التيم موقتها لا لا ما فيش عند مع الزمن اه لا ما فيه احنا نتكلم في المستعب اللي هو ما شاء الله علي الوقت لا لا عشان انا بتكلم على تخطيطك انت المنتقى بمصر بالزبط 24 و 30 سنة احنا محتاجين بقى اجيال تيجي بعد محمد صلاح دي ايه زي قريب انت حاسس انه ممكن يبقى فيه محمد صلاح بص هو التعامل مع منتخبات الشباب والناشئين خلال فترة اللجان والحكاية والناس افقدتنا الميزة اللي كنا بنشتغل عليه لانه كل صلاح وحجازي والنني وعمر وشناوي كله دول منتخبات من الناشئين لشباب لأولومبي الكبير صح التطور الطبيعي انك التعامل تحت لازم يكون فيه اعداد كويس والاعداد اه اه انا تعرفش بقى الوقت ولا ايه لكن الاعداد مش عاجبني بالنسبة للمنتخبات بتاعتنا اه لا مش عاجبني خب بالك اللعيبة الصغيرة اللعيبة اللي كانت معي او كانت مع ربيع او كانت مع الكابتن شاوء غريب او كابتن حسن هتلاقي كل واحد لعب احتكاكات مش اقل من 40-50 ماتش صحيح ده غير المسابقات الرسمية المسابقات الرسمية ايه بطولة افريقيا حوالي اربع ماتشات ولا خمس ماتشات وكاس عالم تروح كاس عالم صحيح بس بتكونوا لعبوا لعبوا احتكوا بأوروبا وبأسيا وبأفريقيا انت واخد بلد كل ده حصل مع اللعيبة دي ماتشات في كل القر مظبوط اه انت فاركت على ماتش منتخب الناشئين مع ليبيا عدى عليك لا ما عرفش كم مزعفين انت لو منتخب كان على اونسبور منتخب الناشئين كان بيلعب منتخب الليبي في التصفات المؤهلة الكاس الولوم الأفريقية تحت 17 سنة لما تبص على عناصر الكابتن ديا فعلا هي عناصر شكلها مميز طبعا يعني واضح انه في مستقلها الكوي بس لما تجيب بص على الفرقة والانسجام بتاعها اللي كان الحاجة بتقوله بقى ده حاصل مع المنتخب الصغير صح الشباب والأولومبي صحيح انت ااخد بالك فالاعداد مهم جدا عشان دي لازم تبقى من خطة لازم يبقى انت عارف انه الصح عشان انت لو عندك خطة تطوير انك لازم يبقى عندك منتخبين كمان 2005 و2007 جميل الموجودين اللي هو ده اهو اهو تحت عشان يكون اعدد دول يروا مسلمين لدول وتعد دول وتسلموا لدول وتعد دول تسلموا لدول اللعيب الدولي بيتكون بياخد وقت عشان ياخد وقت تكونوا باتري وتبتدي يتمرن ويحتك محلي وبتدي يطلع بره يشوف يشوف وجوه جديدة وفرق جديدة احتكاك 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 ده انا روحت كوستاريكا الرجل عشان اه روحت كوستاريكا فاقا اعملت ماتشم مع منتخب كوستاريكا طبعا طبعا كاتب امور ساعتها حلوة اهو اعداد هيوصل لك اللي انت عايزه عشان كده المنتخبات اللي موجودة ماخدتش حقها من الاعداد مالعبتش كتير مالعبتش في حتة مع وجوه جديدة مالعبتش انت شفت حد لعب غنان لا شفت حد لعب الكاميرون مفيش بقى وفاجهة تليهم شفت حد لعب نيجيريا مفيش 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 فده انت محتاج ده محتاج ده مع كل اللي وتكون اللعيب او يتمرنه انت واخد بالك تكون كمان انا بقولك في منتخبين لازم يتعملوا وانا دول